وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أرواب تأوسين إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلمة طوقه إلى سبع أراضي فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وفي ريوة لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعنى وأنه رآها عمياء تلتمس الجذور تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علينا دينا فقد واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبري ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذني فجعلته في قبر على حدا رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رغت عينا سرية وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنوا أحيان فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاكتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا إنزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم ابن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أتلكوا أو تارك سيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه وعانجوه فأباء يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعت بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوف فالابن عبد مناف خبيب وكان خبيب وقتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعرط فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل كطفا من عنب في يديه وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثامرة وكانت تقول إنه لرزق رزكه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدتوا اللهم أحصيم عددا وقتلهم بدادا ولا تبكي منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصار شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم كتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من كريش إلى عاصم ابن ثابت حتى يحدثوا أنه كتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وبعث ناس من كريش إلى عاصم ابن ثابت حين حدثوا أنه كتل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري قوله الهدأة موضع والظلة السحاب والدبر النحلة وقوله أكتلهم بدادا بكسر الباقي وفتحها فمن كسر قال هو جمع بدات بكسر الباقي وهي النصيبة ومعنى أكتلهم حصصا منقاسمة لكل واحد منهم نصيب ومن فتح قال معنى متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضيع من هذا الكتاب من أحاديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر ومن أحاديث جريج وحاديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة وحاديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسكي حديقة فلان وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهورة وبالله التوفيق وعنى ابن عمر رضي الله عنه ما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن رواه البخاري